يقول السائل ما حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء إذا كانت واجبة فهل تجزئ صلاتهن في البيوت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء لصلاة العيد حتى العواتق يعني المخدرات الشابات يخرجن لصلاة العيد وحتى الحيض يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلة فخروج النساء لصلاة العيد أمر مطلوب شرعا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مظهر المسلمين وإقامة الشعيرة شعيرة صلاة العيد ولكن مع التحفظ للنساء من الاختلاط ومن التبرج ومن السهور يخرجن متحجبات وغير متجملات وغير متعطرات ويكوننا على حدة لا يختلطنا مع الرجال نعم ترجمة نانسي قنقر